إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية وعدم الاقتصار على الصحافة المكتوبة فقط هذا ما نص عليه الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الجزائري قرار أعاد الأمل للعديد من المواقع الإلكترونية في الحصول على حصة من الإشهار العمومي لتجاوز أزمة التمويل التي تعيشها منذ أعوام نحن نثمن هذا القرار ونطالب بقرارات أخرى وخطوات أخرى من بينها سلطة الضبط الخاصة بالمواقع الإلكترونية كذلك نقابة خاصة بالمواقع الإلكترونية حتى يمكننا التحدث مع الحكومة ومع السلطة وكذلك حتى يمكننا أن نمارس عملنا بطريقة مستقلة وترى نقابة ناشرية الإعلام في الجزائر أن تمويل الصحافة الإلكترونية عبر الإشهار العمومي في إطار قانوني منظم سيقضي على الفوضى التي شهدها القطاع من تمويلات مشبوهة تتنافى مع القانون وأخلاقيات المهنة غياب التمويل الحقيقي والجد والشفاف جعل كثير من المواقع الإلكترونية تقعوا ضحية لربما لوبيات لها أهداف أخرى ربما لدى شخصيات لها حسابات أخرى خارج قواعد المهنة وخارج قواعد المتعرفة عليها وكثير من ما لاحظنا أن هناك ربما اعتداء على أخلاقية المهنة واعتداء على الممارسة المهنية وينتظر مهني قطاع الصحافة صدور قانون منظم للصحافة الإلكترونية في البلاد بعد أن طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإعادة النظر في مشاريع القوانين وتنقيحها من خلال سن قانونين منفصلين يتعلق الأول بالصحافة المكتوبة والإلكترونية والثاني بنشاطات السمعي البصري وينشط في الجزائري أكثر من 150 موقع مختصا في الصحافة الإلكترونية أغلبها موطن في الخارج وقد منحتها وزارة الاتصال مهلة زمنية للتوطين داخل البلاد كما ألزمها مرسوم حكومي آخر بتوضيح مصدر التمويل حسن جزيري قناة الغد الجزائر ترجمة نانسي قنقر